بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي مع سفيرة مملكة المتحدة لدى اليامن عبدالشاريف التنسيق الدايم لمكافحة الإرهاب ودعم الاقتصاد وبرامج الحكومة اليمنية وخلال اللقاء استغرب مجلي الصمت الذي تبتيه المنظمات الدولية تجاه ما تقوم بهم لشلحوث الإرهابية من إرهاب وتعصفه مضيفا بأن المجتمع الدولي معني الآن بمعرفة حقيقة هذه الجماعة الإرهابية منويا بأن هذا السلوك ونهج الحركة الحوثية المدعومة من إيران تمارسه ضد شعبنا منذ نشأة الحركة في كهوف صعدة وأنوها أيضا بالمسؤولية التي اتقى على عتق المجتمع الدولي مؤكدا همية دعم مجلس القيادة والحكومة ويمداد الجيش الوطنية بعناصر القوى لمواجهة الأخطار ترجمة نانسي قنقر